اشتركوا في القناة البيت هذا منطقتك انت الخاصة فيك انت مثلا اخوانك كل واحد في البيت له غرفة على سبيل المثال هاي منطقتك الخاصة فيك بيك تعرف ان كل اشي في الكون له المنطقة الخاصة فيه ما بحب حدا يدخلها هاي له هاي الاشي اللي بخصه هو نفس الاشي الشحنات الها منطقة خصها خاصة فيها بتحبش حدا يدخل هاي المنطقة منسميها مش هي شحنة كهربائية منسمي منطقتها المجال الكهربائي لهاي الشحنة شحنة كهربائية مجال كهربائي مجالك غرفتك في البيت مثلا هاي منطقتك ونفس الاشي الشحنة الها منطقة منسميه مجالها شحنة كهربائية مجالها الكهربائي هذا الاشي اللي اليوم احنا راح نناقشه مفهومه ايش هو ايش هو عوامله ايش قوانينه اللي بدنا نعتمد عليها عشان نحسب قيمة المجال ايش الامور اللي لوازن فيها في حصتنا هاي ان شاء الله اول شيء المجال الكهربائي له هذا الرمز ميم وفوقها السهم اكرر وانا كثير ركزت على شغلة الرمز الرمز اكتبه كما يكتب امامك اطلع خمسة شحطة فيش اسهل من هيك خمسة شحطة لا تألف اذا ألفت ايش جديد بتلاقيه مصطلح فيزيائي جديد يعني هاي مصطلح فيزيائي بنقدر بنحكي عنه المقاومية ايش اسم المقاومية هاي مساحة فانت لا تألف اكتب الرمز كما يكتب امامك وبس وشكرا اليك المجال الكهربائي انا وضحت لك بداية شو منحكي فيه طلعوا شو الكتاب بحكي هو خاصية للحيز المحيط بالشحن الكهربائية خاصية للحيز المحيط بالشحنة انا هون رسمتلك هاي الشحنة هاي حيز محيط فيها اللي انا بسمي ايش مجالها الكهربائي والذي يظهر كيف منعرف انه فيه اصلا مجال والذي يظهر تأثيره على شكل قوة كهربائية تؤثر في شحنة اخرى توضع في ذلك الحيز خليني افهمك شو جيب سرت القوة بالمجال افترض البيت هو المجال اللي لك معروف من اللي بتكون في البيت ونفترض نفترض انك زلم يعني خلاص عزابة لحالك في الدار ساكن بتدرس ايان كده يعني مستأجر هالبيت اليك بس اليك اذا انت بتطلع من شباك لقيت حرامي في الشارع مش متعدى عليك شو بدي فيه طب هذا الحرامي فتح الباب تبع الدار عندك مفروض يوكل كتلي مش هيك طيب اذا اذا هذا الحرامي يتعدى على مجالك انت راح يتأثر عليه بقوة صح ممتاز طب الشحنة مجالها منطقتها المحيطة فيها اذا دخلت شحنة ثانية عليها هاي الشحنة راح يتأثر في الثانية بقوة عشان هيك كيف بعرف انه هذا مجال هاي الشحنة بدخلها شحنة اذا بلشت الشحنة الاولى تأثر على الشحنة الثانية اللي دخلتها بكون انا ضمن مجالها يعني الشحنة الثانية بتسميها شحنة اختبار متذكرين شو حكينا عن الشحنات شحنة اختبار شحنة الاختبار بس تخدمها عشان اشوف تأثير كل اشي عليها بدنا دخل هاي الشحنة هاي الحيز المحيط فيها لانا سميته مجالها اذا كانت شحنة الاختبار هون ما اليش خاص ليش انا ما تعدت على مجال الشحنة الثانية طبعا شحنة الاختبار صارت هون هي بلشت تدخل للمحيط الحيز المحيط في تلك الشحنة اذا هون شحنة الاختبار صارت داخل مجال هاي الشحنة فمنسمي احنا المجال الكهربائي يظهر تأثيره على شكل قوة كهربائية تؤثر في شحنة اخرى توضع في تلك الحيز اذا هاي شحنة الاختبار دخلت للحيز تبع هاي الشحنة هاي الشحنة بتأثر عليها بقوة بتأثر عليها بايش بقوة هاي القوة منسميها احنا قوة المجال قوة مين المجال وهيني كتبتها هون تسمى تلك القوة الكهربائية المؤثرة بقوة مين المجال طب مرة ثانية ايش يعني مجال هو القوة الكهربائية المؤثرة في وحدة الشحنات الموجبة هاي حكيناها في الحصر الماضي هاي مين شحنة الاختبار صح اللي احنا منحطها لما نحط احنا الشحنة بنسميها شحنة موجبة يعني شحنة الاختبار راح تكون شحنة ايش موجبة طيب ايش انه كمان شغلة ثانية نفهمها عن شوية الاختبار اللي نستخدمها تستخدم شحنة الاختبار للكشف عن مين المجال ما احنا حكينا لو كانت هون احنا بعدها ما تاخدناش المجال لما صارت هون تأثرت بقوةها احنا صارنا في مجال الشحنة الشين طبعا الشحنة شين هي الشحنة صاحبة المجال هي التي تسببت بوجود المجال شين نوت النقطة هي عشان نميز انه هي شحنة ايش اختبار طيب بدك تعرف كمان ان المجال الكهربائي كمية مالها متجهة تحسب مقدارا واتجاها وانه المجال الكهربائي لا يعتمد على مقدار شحنة الاختبار شحنة الاختبار بس منحطها عشان نعرف انه هذا مجالها ولا مش مجالها لكن هل قيمة المجال تعتمد على شحنة الاختبار هل يعني نفرض بيتك باعتمد على الحرام اللي دخل ولا إله خاص بيتك مكون جاهز الحرام اللي دخل ضعيف طويل قصير ناصح ما إليش خاص البيت زي ما هو ما باعتمد البيت على الحرام اللي بده يدخل على الدار مش هيك نفس الشهر المجال الكهربائي ما باعتمد على الشهر الاختبار ما إلوش فيها شهر الاختبار كمان شوي منفهم إيش اللي بتغير بوجودها لكن المجال الكهربائي ما باعتمد عليها طيب هذا الحكي بوديني إلى من المفهوم طبعا بوديني إلى كيف بقدر أحسب المجال مش المجال يظهر على شكل قوة تؤثر على شحنة الاختبار المجال يظهر على شكل قوة تؤثر على شحنة الاختبار هذا القانون ومن هون لو أجينا فكرنا إيش وحدة قياس المجال من هون المجال يقاس بوحدة القوة اللي هي نيوتن على يعني لكل الشحنة اللي هي يمين كولوم إذن المجال بوحدة نيوتن لكل كولوم إذن هذا أول قانون للمجال القوة اللي بتأثر فيها الشحنة شين على شحنة الاختبار شين نوت ولاحظ عند الشحنة شين شو حطيت هون كلمة إيش مؤثرة عند شين نوت حطيتها إيش متأثرة شحنة الاختبار تتأثر بمجال الشحنة شين شين تؤثر على شحنة الاختبار ماشي شين من مسمياتها الشحنة المسببة بالمجال صاحبة المجال التي أنشأت المجال الشحنة المؤثرة بينما شين نوت شحنة الاختبار هي الشحنة المتأثرة بالمجال نهون تمام نهون في كمان شغلة أنا بدي إياها لما تقول لي أنت شين نوت ليست من العوامل اللي بعتنا للمجال طب هلها شو العوامل فنيجي بنحكي مش احنا بنعرف أنه ميم تساوي قاف على شين نوت طيب وبنعرف أنه من قانون كولوم الحصة الماضية قاف تساوي 9 في 10 و 9 في شين الشحنة الأولى اللي هي الشحنة هاي في شين نوت اللي هي الشحنة الثانية على المسافة اللي بينهم تربيع ماشي عوض لي قاف هاي هون بتصير ميم تساوي 9 في 10 و 9 في شين في شين نوت على فاتربيع وكل القوة هاي على مين شين نوت شين نوت مع شين نوت المجال 9 ضرب 10 9 في شين على فاتربيع هذا قانون آخر للمجال واللي بعبر عن عوامل المجال كيف المجال يعتمد على الشحنة المسببة للمجال مش هاي هي لحكنا عنها الشحنة المسببة للمجال صاحبة المجال المؤثرة التي أنشأت المجال وبعتمد طرديا على الشحنة المجال يعتمد طرديا على الشحنة المسببة للمجال وعكسيا مع مربع المسافة بينهما وانت عارف هذا ثابت كولوم اللي جواته بكون السماحية الكهربائية للفراغ هذا 19 ساعة فمنقدر نحكي السماحية الكهربائية للفراغ ومنسكت أنها قيمة ثابتة للفراغ ما بتتغير إذن عندي للمجال الآن صار قانونين هذا قانون وهو قانون عام إذا توفرت معطياته بنستخدمه وهذا القانون الآخر الفرق بينهم الشحنة اللي هون شحنة اختبار بس الشحنة اللي هون شحنة مسببة للمجال وأنا بهمني أكون عارف من السؤال أنت أعطيتني أي شحنة المؤثرة ولا المتأثرة صاحبة المجال ولا الاختبار وكيف بقدر أعرف من المسميات حكينا هاي بسميها الشحنة المسببة للمجال احسب المجال الكهربائي الناشع عن الشحنة كذا طبعا ناشع عنها معناته هي المسببة للمجال طيب احسب القوة الكهربائية المؤثرة في الشحنة مدام قوة مؤثرة فيها إذن هي شحنة اختبار احسب المجال الكهربائي عندها نقطة وضعت فيها شحنة كذا الشحنة الموضوعة اختبار متأثرة تمام طيب هون بدنا نفهم شغله أو خلينا نحكي أنا كأني كاتبه هون نحفظها بعدين رح نفهمها إذا وضعت شحنة موجبة في المجال فإنها تتأثر بقوة كهربائية تحركها بنفس اتجاه المجال إذا الشحنة موجبة انحطت جو المجال المجال بأثر فيها بقوة بحركها بنفس اتجاهه إذا وضعت شحنة سالبة في المجال فإنها تتأثر بقوة كهربائية تحركها بعكس اتجاه المجال إذا حطينا شحنة سالبة في المجال تتحرك بعكسه هلأ هاي هي أنا كاتبها كقاعدة كمان شوية رح نستوعب ليش بس بده أوضحها بالرسم هاي تجاه المجال إذا حطينا فيه شحنة موجبة رح تتحرك بنفس اتجاه المجال سالبة عكس اتجاه المجال طبعا المجال رح يأثر فيها بقوة بحركها بنفس اتجاهه والسالبة بأثر فيها بقوة بحركها بعكس اتجاهه شوية راح افسر ليش يعني هون بس نعرف الموجبة مع المجال والسالبة عكس المجال واربط لك شوية صغيرة هاي الشحنة شوية اختبار وضعت في مجال مش هيك حكالي طب شوية اختبار كانت مرة موجبة ومر ايش سالبة اذا هو اعطاني الشحنة بمشي زي ما بده اذا انا بدي احط شحنة من عندي اسميها شوية اختبار نفس اتجاه المجال وهون الشحنة السالبة تتحرك بعكس اتجاه المجال طيب استاذ انا كيف اقدر احدد اتجاه المجال اصلا انت قلت لي المجال كمية متجاهة تحسب مقدارا واتجاه مقدارا هاينا مش متغلبين هاي قانونين بحسبين مقدار حسب المعطيات طب واتجاها اتجاها بستخدم اشي اسمه خط المجال الكهربائي خط المجال الكهربائي اول شي شو خط المجال خط واهمي يمثل المسار اللي تسلك وشوهنة اختبار حرة الحركة عند وضعها في المجال ماشي نبصه ماشي لا لا بدي اياك تفهم عندي شحنتين واحدة موجبة واحدة ايش سالبة افترض انه انت بدك شوهنة اختبار حطيت شوهنة اختبار هون انت اللي حطيتها يعني شو بتكون شوهنة اختبار صغيرة مالها موجبة شو بدي يصير فيها الشحنتين راح يأثروا في شوهنة الاختبار هاي صح؟ هذول شحنات كل واحدة فيها الها مجال راح يأثروا في شوهنة الاختبار هاي طب سعيتها هاي الشحنة راح تتنافر مع هاي فتهرب منها وبتتجاذب مع هاي فبدها تروح الها فبتسلك مسار معين المسار هذا اللي سلكته للهروب من الشحنة الموجبة والذهاب الى الشحنة السالبة شايف هذا المسار اللي صنعته بسميه خط المجال الكهربائي هو خط وهمي احنا ما منشوفه يمثل مسار تسلك شوهنة الاختبار حرة الحركة يعني انا بحطها انه فضلي هي ما الهاش مجال وحرة الحركة في مجال الشحنات عنده وضع هاي في المجال الكهربائي للشحنات هاي طب اذا هذا اللي اسمه خط المجال الكهربائي كيف يعني استخدمه هذا هي حددت اتجاه مجال على جميع النقاط الواقعة بين الشحنة الموجبة والسالبة في هذا المكان طيب بظل فيه كمان شغلة اسمها كثافة خطوط نفهمها بعدين من وضح شو هذول ايش يعني كثافة خطوط المجال بدي اعتبر انه عندي وحدة مساحة وحدة مساحة وانا حاولت ارسم لك هون وحدتين مساحة يعني مساحتين متساويات واطلع هون يقطع تلك المساحة ثلاث خطوط هون يقطع تلك المساحة خمس خطوط هاي ثلاث اثنين خمس خطوط مين اللي كثافة الخطوط عليها اكبر عدد خطوط اكثر كثافة خطوط اكثر ولاحظ مرة ثانية أنا بقول لك وحدة مساحة يعني مثبتك المساحة هون وهون مش واحدة أكبر من الثانية وقصدقارん خطوط لا لا ثبتت المساحةromagnين قارن الخطوط شو بقول لكدفة الخطوط عدد الخطوط اللي بتخترق وحدة المساحة عموليا طيب هون كثافة الخطوط عند ألف أكبر من كثافة الخطوط عند مين ليش لأنه عدد خطوط المجال بتخترق واحدة المساحة هون أكبر من عدد خطوط المجال بتخترق المساحة هون استقروا منه إيش عن كثافة الخطوط إذن بهمني عشان يعني كيف أحدد اتجاه المجال لغاية الآن شغلتين إيش يعني خط المجال وإيش يعني كثافة الخطوط طيب نجي للإشي اللي بدنا إياها إحنا هون حددنا كيف بحسب مقدار المجال وقلنا فيه قانونين هون بدأ أبلش أحدد اتجاه المجال لأنه حكالي المجال كمية متجهة تحسب مقدارا وهون بدأ نحدد كلمة اتجاه مش على مزاجي برسم خط المجال زي ما أنا بدي في قواعد لازم نستخدمها عشان نرسم خط المجال بحكي هون اذكر بعضا من القواعد المتبعة عند رسم خروط المجال وأنا ملتزم في الكتاب يعني رأكتب الموجود وين في الكتاب بحكي لي تبدو خارجة من الشحنة الموجبة وداخلة للشحنة السالبة يا سلام كانت تخرج من الموجب والراحة للسالب طب لو قل لي علل ليش مش شحنة الاختبار لأنها تتنافر مع الشحنة الموجبة وتتجاذب مع الشحنة السالبة صح عشان هيك تبدو خارجة من الموجب وداخلة ليش السالب هون شو منقدر نحكي له لأن شحنة الاختبار حرد الحركة هي شحنة موجبة تتناثر مع الشحنة الموجبة فتبدو خارج منها وتتجاذب مع الشحنة السالبة فتبدو داخلها تمام اثنين بحكي لي خطوط المجال الكهربائي لا تتقاطع يعني ما فيه تيجي تحكي لي هاي والله خطو هاي خط هذول خطين مجال وعادي هون ما لهم تقاطع ما بينفع ليش ما بينفع عشان نفهم نقطة التقاطع هاي بكون فيه لها مجالين لانه فيه عندي خطين وبكون فيه اتجاهين للمجال فيه نقطة فيه اشي في الكون بيكون له اتجاهين في نفس اللحظة طبعا لا كل شيء له مقدار واحد واتجاه واحد حل هون خليل نفهم هاي وبرجع فهمكم هاي هون طلع يحدد اتجاه المجال عند نقطة ما بيرسم مماس يمر في تلك النقطة ويكون تجاه المماس هو اتجاه المجال كيف يعني؟ يعني لو عندي خط مجال نفترض هذا خط مجال وانا بدأ حدد نقاط هون زي ألف با وهون دال حدد لاتجاه المجال عند كل من النقاط ألف وبا ودال أنا شو بقول؟ عشان احدد اتجاه المجال عندها ألف نرسم مماس يا أستاذ ايش يعني مماس؟ خط مستقيم يمر في تلك النقطة يمس تلك النقطة هاي واتجاهه بنفس اتجاه الخط الأصلي هيك هذا اتجاه المجال عند النقطة ألف طب عند با هاي خط هاي واتجاهه هاي طب هون هاي خط واتجاهه هاي هيك احنا هذا اتجاه المجال عند ألف هذا اتجاه المجال عند با هذا اتجاه المجال عند ألف وبدي اياك اتظلك منذكر الخط المنحني هذا هل اتجاه المجال ثابت من النقطة الأخرى؟ اللي بيجي بيقول لي او يا صاح ما هي مبين هيك لا 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 وصف هاي هذا الاتجاه عند هاي النقطة شمال الشرق مثلا اما هذا شرقا هذا جنوب الشرق على سبيل المثال يعني اختلف وصف الاتجاه من النقطة الى اخرى اذا الاتجاه اختلف من النقطة الى اخرى بس ظلك متذكر للخط المنحني هذا اتجاه المجال من النقطة الى اخرى عليه بتغير تمام طيب هذا كي بده يفيدني هون نرجع لهون مش قلنا لا تتقاطع اعلل شوف هذا الخط عند هاي النقطة بده ارسم مماس هاي مماس طب هذا الخط عند النقطة نفسها بده ارسم مماس هاي مماس عندي خطين عند النقطة هاي صار كم اتجاه اتجاهين في اشي في الكون الى اكثر من اتجاه في نفس النقطة في نفس اللحظة طبعا لا فميجي بنحكي هون خطوط المجال لا تتقاطع لانها لو تقاطعت لاصبح للمجال عند تلك النقطة اكثر من اتجاه في نفس اللحظة طبعا وهذا مناف مناف للواقع يعني ما في اشي هيك عندنا وحتى لو قلت هذا مناف لتعريف الكمية المتجهة برضو صحيح لان الكمية المتجهة هي الكمية تحدد بمقدار واحد واتجاه واحد اذا انا وياك الان اللي اخذنا في هذا اللوح شو هو المجال الكهربائي كيف نحسب مقدار الكهربائي كقوانين لسه ما اخذناش ولا مسألة وكيف نحدد اتجاه المجال الكهربائي عن طريق ما يسمى بخطوط المجال الكهربائي خلينا نحكي انه هذا الجزء من هاي الحصة جزء نوعا ما نظري للمفاهيم فقط مش اكثر الاقل الحصة القادمة ان شاء الله انا وياك راح نبلش نشوف نعمل هيك مراجعة سريعة على احده القانونين ونشوف كيف منطبق عليهم كيف منستخدم خطوط المجال في ايجاد اتجاه قيمة المجال تمام نراكم ان شاء الله الحصة القادمة وبدأ منك هذا الحكي تتابعوا معاي اول باول ما تهمله ما تقول هذا سهل ادرسه هو واللي قبله وارجع للحصة الجاية ان شاء الله السلام عليكم